اشتركوا في القناة 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 في سواحل سوريا اشتركوا في القناة 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 تمام الأحداث اللي أنا بقول لحضرتك دي حصلت في 1991-1992 تمام وحصل نائب رئيس دولة الإمارات واختيال رفعة المحجوب رئيس مجلس الشعب في مصر وقتل فهد الأحمد الجابر الصباح أحد أبناء أمير الكويت في الغزو العرقي تمام وحصل تعيين الملك هارلد الخامس ملك النرويج خلفاً لوالده اللي توفى أبيه تمام وحصل فرد حظر التجوال في جنوب أفريقيا يعني احنا دلوقتي في حظر تجوال سنة 1991-1992 حصل برضو حظر تجوال بس في جنوب أفريقيا مكانش عندنا ما هي حضرتك الدلائل بتختلف من دولة والدلولة على حسب رؤيتها للكصوف والخصوف تمام وحصل الزلزال بقوة 7.6 درب كستاريكا وبنماء يعني نفس الأحداث تقريباً بالضبط فإحنا ما بنقولش كلام هو كلام علمي وأحداث متكررة يعني هي عبارة عن حسابات فركية زي ما قام نتكلم عن حضرتك بالضبط وعشان كده احنا بنقول الأحداث هي كوبي بيست ما فيش اختلاف لما حد بيسألنا أن الأحداث دي غريبة أو لا أو ممكن في ناس شهادتها وناس ما شهادتهاش فعشان كده الناس مستغرباها علشان أيها بالذات الجيل الحديث فهو مش مدرك لها المتكلم فيه بالضبط لكن هي هي نفس الأحداث طب بما أن في مشكلة كده حضرتك في وجود زوحل في الدلو نحب نعرف يعني هم كامل معنا قد إيه في الدلو لحد 2023 مارس 2023 لا ربنا يدينا العامة إن شاء الله وربنا يعديها على خير إن شاء الله طيب كنت عايزة تكلم عن حضرتك من المرة اللي فاتت وإحنا عايزين نتكلم عن تحليل الهيئة الفلكية تمام تحليل الهيئة الفلكية بيعتمد على درجات وحسابات تاريخ الميلاد تاريخ ميلاد حضرتك أو تاريخ ميلادي أو تاريخ ميلاد أي حد عبارة عن أرقام مزبوط مكان الميلاد عبارة عن أرقام علي فيه خط طول وخط عرض والمسافة ما بينك وما بين خط جرينيج مش دي أرقام؟ أرقام ساعة الميلاد مش درقام طبع لما بيتحدد على إيه الهيئة الفلكية بتاعت حضرتك ساعة وجود صعود الكواكب الخاصة بيكي للسماء اللي بتأثر في الأرض وإنتي بتاخذي التأثيرات الفيزيائية لكي يعني هي درجات وحسابات وتأثيرات فيزيائية بتأثر في الأرض والأرض بتأثر فيكي هو ينفع حضرتك تلبسي شتوي في فصل الصيف؟ وبعدين ممكن حضرتك مثلا في نفس تاريخ الميلاد وساعة الميلاد بس حضرتك في حد تاني مولود في بلد تانية هل هو حيب نفس التحليل بتاعت؟ لأن احنا غيرنا خط الطول وخط العرض حضرتك موجودة مثلا في مصر وعمل تحليل لكي فبنيجي نعمل مثلا توقعات لكي على أساس أن أنت خرجت برا مصر فبنعمل تحليل حتلاقي التوقع الفرق ما بين وانت موجودة في مصر التوقع ولما بتطلعي برا مصر توقع تاني ليه؟ لأن احنا غيرنا خط الطول وخط العرض والمسافة القرب والبعض عن خط جرينيج يعني معنا كلام حضرتك السؤال يعني الإجابة دي هتاخدنا لسؤال تاني اللي هو إزاي خط الطول وخط العرض بيأثر في حياتي؟ يعني هل أنا نفس الشخص نفس المهنة مثلا اشتغلت في القاهرة هجيب نتيجة غير لو اشتغلت في أسيوت غير لو اشتغلت في أسكنبيا؟ اه طبعا بيختلف اه طبعا بيختلف واستندنا للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ان احنا نغير مكاننا لما يكون حد مثلا قاعد في بيت وما شافش منه خير يغير المكان لو حد مثلا ما شافش خير من عمله يغير المكان فده انت بتغيري خط طول وخط عرض يعني هو مؤثر فعلا يعني على حسب ممكن المكان يأثر اه طبعا وانا نفس الشخص ونفس المهنة اللي بعمل بالضبط بالضبط طب ده كلام جميل جدا طب عايزة اسأل حدرتك برضو على حاجة تانية هل في علاقة يعني انا عايزة اقول لحدرتك عمليات التجميل بزيزا تحديدا عشان دي عمليات بتبقى يعني اوبشن احنا بنختاره فهل فيه توقيت مناسب انا اختار ان انا اعمل فيه عمليات التجميل ان انا ابدأ فيه نظام دايت تمام ولا ما فيش لأ اكيد فيه بس حدرتك لما حنقول علم الفلك حنقول علم الفلك بيأثر على جميع مجالات الحياة طب هندسة ايا كان المجال بيأثر فيه مجال الطب بيأثر فيه ازاي مجال الطب مختص بالزهرة تمام ماينفعش اعمل عملية جراحية لان في نهاية كل عملية جراحية عملية تجميلية مزبوط تمام طب انا اعمل عملية تجميلية ازاي والزهرة مسعيدة كوكب الحظ والجمال هو الزهرة طب انا التجميل ده خارج من مامه الجمال طب انا ازاي اعمل عملية تجميلية والزهرة متراجعة طب الزهرة متراجعة احنا قبل كده وقلنا يعني إيه كوكب متراجع كوكب متراجع مش بيرجع لورا ما فيش حاجة اسمها كواكب بترجع لورا الكواكب بتمشي لقدام بس لما بقول متراجع يعني هو بيمشي بحركة سير بطيئة جدا بتدي تأثيرات سلبية للأرض وإحنا بنتأثر جميعا بس طبعا كل واحد على حسب الهيئة الفلكية يعني مثلا أنا ممكن الظهرة عندي ما تكونش سعيدة ساعة الولادة تكون سلبية فأنا ساعة المحوسات بتاعة التراجع أنا باخد منها سلبيات قوية جدا حضرتك مثلا الظهرة كانت سعيدة في الهيئة الفلكية بتاعتك لما بتيجي يجي يحصل التراجع بتاخدي منها تأثيرات بس الزبزبات اللي وصلت لك الفيزيائية بتبقى مش زي اللي هي عندي أنا اللي كانت الظهرة مش سعيدة ساعة الولادة فكل واحد ليه تأثيراته غير التاني يعني كل واحد هيتحدد يقدر يعمل العملية التجميل مثلا أو يبدأ النظام ضاية عشان يبقى ياخد أعلى النتيجة على حسب هو يعني الهيئة الفلكية بتاعته هو طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة احنا دلوقتي حاليا في تراجع الاعتارت لو حتخشي أي بيت مصري أو أي بيت في العالم هتلاقي في عنده مشاكل يا إما في الموبايلات يا إما في الأجهزة الكهربائية يا إما لو بيصلح جهاز كهربائي أو تليفون بيحصل عنده مشكلة الفترة دي أصدر حضرتك أيوة يا إما التليفون تلاقيه بيسخن بيهنج وده بقى حارك قلت لي علاقة بإيه بكوكب أعتارد بكوكب أعتارد أنا حقول لحضرتك حاجة حصلت معي أنا شخصيا أنا الموبايل بتاعي عشان أنا أعتارد عندي في البيت الأول يعني الحياة يعني لما باخد منه تأثيرات باخد منه تأثيرات قوية حصل عندي التليفون بتاعي واللابتوب اللي اتنين ضربوا مع بعض لا هو فعلا أصلا اليوين دول فيه شكوة كده بس أنا كنت معتقدة علشان إحنا بقلنا فترة قاعدين في البيت طبعا كلنا فاعتماد كلي وجزئي على اللابتوب والتاب والموبايل فقلت دي نتيجة طبيعية بس ما كنتش عارفة إن هو ليه علاقة وكمان أنا بوجه رسالة لكل سيدة وكل أم انتبهي على الأجهزة القربائية لبيتك ضروري مهمة جدا إن انت تخلي بالك عليها ما تسبهاش في إيد الأولاد أو أي حد من الأولاد يتعامل معها لأن أقل حاجة بسيطة ممكن تضربها وتبوزها وخصوصا القاديم في البيت لأ دي رسالة مهمة جدا يا أستاذ عابيري يعني بتعرف أشكر حضرتك إزاي بس عايزة آخر حاجة أسأل حضرتك عليها بس نختم بها الفكرة كلمين عن أوقات استجابة الدعاء على مدار اليوم بشكل عام تمام بسي حضرتك هو إحنا عندنا في حاجة اسمها حساب الجمل أيها حساب الجمل ده بيتحسب به إيه الآيات وأسماء الله الحسنة يعني النهاردة مثلا دي بتتحسب بمنازل الأمر طبعا الأمر 28 منزلة أيها مزوط تمام من الأمر بيقعد في كل كوكب حوالي يومين ونص يعني حضرتك لما تيجي تسأليني عن توقعك أقولك كل يومين ونص كل يومين ونص مش يومي زي من نصبك لا مش يومي لو حضرتك يومي يبقى أنا بديكي مثلا أنت عندك النهاردة في واحد اتنين ثلاثة أنا بقولك النهاردة كذا وبكرة كذا وبعده كذا لكن هو أنت المفروض أن اليومين ونص الدلائل بتاعتك هي واحدة كل يومين ونص التلات حاجات دول هما فيهم واحد يعني أنت بتشوفهم على مدار اليومين ونص تمام بس في ناس بتعملها أن مثلا أنت حديكي النهاردة توقع وبكرة توقع وبعده توقع بس هي أصلا الدلائل كلها كل يومين ونص مزبوط يعني هو بيبعارف أصلا التوقع بتاعتك كل يومين ونص تمام تمام فإحنا بنحسب الآية بحساب الجمل وعلى أسماء الله الحسنة برضو بنحسبها بالدلائل برضو بالرقم يعني بنحول الحرف لرقم وبنحسبه بحساب الجمل تمام لازم كل حاجة تتحول أرقام عشان تقدر تحسب فلكيا بصدر لازم الرقم لازم الرقم يعني حتى لما احنا بنقول يعني حضرتك ممكن تدعي سنين ودعا ما يستجبش لأن حضرتك ما حسبتيش تقولي الدعاء باسم الله الحسنة بعدد وقد إيه مصبوط تمام احنا النهاردة اللي اتنين الأمر موجود في منزلة الإكليل تمام تمام دي صورة الأنعام من الآية 58 للآية 59 احنا هنصلي الرقعة الأولى بالفتحة وبعدين الآية اللي أنا ذكرتها دي مصبوط وتاني آية وتاني رقعة برضو بالفتحة وبنفس الآية دي تمام سلمنا واستغفرنا بعد كده هنقول اسم الله الحسنة يا فتاح 489 مرة 489 مرة احنا نتكلم على يوم الاثنين النهاردة 29 يونيو ايوة لأنه هو في منزلة الإكليل الأمر في منزلة الإكليل تمام وكل يوم يبقى لي بقى حساب مختلف كل يومين ونص كل يومين ونص سوري كل يومين ونص يبقى لي حساب مختلف نقول إيه وإيه الوقت اللي ندع طبعا هو على صفحتي الأستاذ إكرامي حطت اللينك هيا الناس هتخش على الصفحة بتاعتي هتتابع كل يوم أنا هبنزل كل يومين ونص كل يومين ونص بالضبط كده كل يومين ونص ندعي إيه ونقول إيه وكم مرة بأسم الله الحسنة كم مرة بالضبط بس المنزلة بتاعة الأمر هي بتبقى كل يوم بس كل يوم بيتحرك هي اللي بتتحسب بطرجات نظبوط كده تمام لابس أنا عايزة أقول لحضرتك لكن الموضوع ده إن شاء الله يعني لازم نتكلم فيه حلقة كاملة لأنه مهم جدا ويهمنا كلنا وعايدين نأكد إن دي كلها حسابات إحنا بنستخدمها عشان يعني نتعامل يعني علم الفلك ده علم قديم جدا وموجود زي طبعاً وزيه زي علم الفيزياء زي علم الكامية إحنا بنحاول نستفيد منه في التعامل مع الأحلاس مش تنجيم مش دخول فغيبيات الحب لله رب العالمين أشكر حضرتك جداً أستاذ عمير محمود البحثة في علم الفلك إن شاء الله هيكون لنا مقابلة تانية لأن فيه حاجات كتيرة جداً أنا مرحلة تسأل حضرتك فيها إن شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية إن شاء الله إن شاء الله منتكرك جداً أستاذ هدير أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع تاني اشتركوا في القناة